السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا تكاثر عمين اي ربكم بخير معكم تهيكم انار موضوع متياز جديد باذن الله ده ريفقكم انار شوقتكم مبدئين كده ده يا شباب مراجعة مش شرحه خالص يعني مش هنقول في الموضوع كذا مرة ولا هنراجع على كل استيب ولا هنقول اسئلة احنا بس هنعمل ايضا بس المحاضرة عشان لحد ده حابب يفتكرها كده بس محاضرة او اية حاجة للمانا انا 가족 معايش شرح تفصيل او اي حاجة فهو في المحاضرة الاساسية اه طبعا ده عشان ده مراجع من المشاهدة علوكم محاضرة ثانية فنبدأ نزوي للايتم ذا انات doubts اناتهم عنها لاناتكنى مكودمة كده في الاول وهكا هتكلم يعني ايه shelter عن فرماوكو يعني ايه يعني ايه لازماورتين. هذا يعني ايه ти ح leverage ايهيرب هزي اسمي توزيع هنا يعني التوزيع فقم التوزيع الده عبارا عيه هو عبارة عن عنصر من عناصر شكل اسمه يعني فرماكو قيناتك يعني فرماوكو يعني علم الادوية فالعلم المهتم الى الحركة chose العدوية اح Sand يقول لك الدول انت امتصيته اول ما مكتص يعني يوصل heard his head had 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 to spike when it was triggered gettingؤية حارقة حركة يدرس الجسم في الدواء يمتصه يوزعه على الخلايا المختلفة ويقصره عشان يتخلص منه ويخرجه أصلاً بره محاضرتنا عن توزيع الدواء على الخلايا المختلفة الدواء هيتوزع في الأماكن الموجودة فيها مياه سكر محتاج مياه لإدواء يدوب هذا الميه الموجودة فيه 60% من جسم المياه المياه مكدرها به 42 لط الوضعين مبين البلازمة الدم والخلايا والخلايا ومبين الخلايا والخلايا المياه المكدره مكدره يوجد الدواء عشان يتوزع يجب أن يكون دم التوزيع أن يصل إلى الخلايا والخلايا ودم هل هم من نفس المقدار؟ اكيد لا لان مجدر الماء في كل واحد يوم مختلف يعني مسلا عندك البلازمة البلازمة الدكتور شرحها في المحاضرة وقال ان الارقام اللي هو قالها يعني عشان لو هتلتزموا بها ان البلازمة اربعة لخمسة لتر يختلف من شخص التاني هو قال افتراضا لان الشخص ده وزنه سبعين كيلو اه لو وزنه مختلف سواء صغر او قال للماء تركيزها يختلف يوبي البلازمة اه اربعة لخمسة لتر جوه الخلية بلاة اليواء يكبر عليا و Wid將ية ثمانية وعشرون لتر طيب هجب الوزع باة اليك يو ту اسدم ان اعزنا ويكون دبي من الارقام المطلوب باللازمة حسنا ان نحصل قليلين بالبلازمة و لا ثاني احتمال انها يكون موجودة في أكثر من المكان الذي موجودة في البرزمة والانترستيشية والخليز ثالث احتمال انها يكون موجودة في أكثر من المكان التي موجودة في البرزمة والانترستيشية كل التلات احتمالات الذي لديه أول حاجة Small Compartement هذه الأدوية التي يطلق تعدى فقط بنفس في مكان واحد الأدوية لا تستطيع تحدى تحدى القرق بالفيون حجم جزئي ديكستران وهيبارين ديكستران وهيبارين ديكستران وهيبارين ديكستران وهيبارين يتغل و حد عندها هبووليميا و هاي حاجة من المشاكل يتغل و نقص الدم مهم ديكستران وهيبارين حجمهم جزء كبير الباب فيزل يتكون من خلايا اسمها انتسيلمسل انتسيلمسل دي ما بينها السقوب دهو دمي في سقوب فعشان كده الدواء دوت لازم يكون حجم صغير عشان يعرف يعد من السقوب دي طب لو حجمه كبير مش يعرف يعد من السقوب دي فعشان كده ديكستران وهيبارين حجمهم كبير فعشان كده يتحبسوا جوة البلازمة طيب تاني احتمال معانا ان يكون يعني موجود في الانترافاسكول و انتراستيشن يعني الدراك ده قدر يعدي كابيل الهوليو بقى اكيد حجمه صغير لانه يعرف يعد من السقوب بس ايه؟ هو بق كانت و ريمين لوكاليز انبلاسما عند اكتراسير في اليوم الادوية اللي بتعمل كده كواتريني الامونيوم الرباعي والمانيتول ده توكيو ام ده اختصار يعني لبس مغطهم يعني الامونيوم الرباعي والمانيتول ده ده دايوريتيكستران ومش مهم امسيرها على الامونيوم دلوقتي ده ما يمش عليكم المهم يا شابه الادوية دي هتتحبس في البلازمة والانترستيشام يعني لي مش هتتعدي جوة الخالية اول احتمال ان الادوية دي تكون ليه؟ ليبو فوبك عندها فوبيا من الليبت يعني بتخاف من الدهون فعشان كده ما بتعرفش تختارك السلمن برين سلمن برين سلمن برين بيتكون من ليبت ليبت بايلير صح؟ طيب الليبت بايلير دي عشان تعدي منها لازم ان تعرف تكون بتدف الليبت لو انت بتحب الميا مش هتعدي فعشان كده الادوية اللي موجودة في الساكند كومبارتمنت هي كلها ليبو فوبك فوبك يعني بيخاف من الليبت عشان كده بتعرفش تتعدي بتحب الميا بتخاف من الدهون بتحب الميا فعشان كده مش هتعدي ثاني احتمال لها انها يكون ايونايز يعني ايونايز يعني عليها شحنة شبه ال H4 عليها شحنة الفكرة يعني حتى لو هي كده بتحب الليبت بس هي عليها شحنة ليه؟ قالك لو عندك عنط جسم X وعليه شحنة مجابة او شحنة سلبة للأسف الدواء دوت لما يكون عند الخلية هو عند شحنة مجابة او شحنة سلبة بيروح جاذب جزيئات الميا ليه فالميا تقعد تحوطه الميا تقعد تحوطه عشان هو عليه شحنة سلبة او مجابة فالأدام هو جاذب الميا عليه فتحول ان هو يكون ايه؟ هيدروفيليك هو مش هيدروفيليك بطبيعته بس هو بقى فقط الكترون او كتذهب الكترون فالميا حوططف عشان كده مش هيعرف هي عدي عشان كده الأدوية اللي بتفضل هي الأدوية اللي عليها شحنة شبه ال H4 سوري مش ال H4 و الأدوية اللي ما بتضبش في اللبت طب الدواء اللي يدخل جوه الخلية و بقى اكيد ده الدواء اللي يقدر يدف اللبت و برضو حجمه صغير و عشان الدواء يوصل للخلية لازم يكون الدواء ده حجمه صغير فعالي في عدي بنوص البورس و بيدف اللبت و مش عليه شحنة عشان كده يوصل جوه الخلية ده هو الاحتمال التالت الاحتمال التالت يكون مالتي كومبرتمت يعني مالتي يعني متعدد موجود في الاكسترا سيلور ده بيكون من جزئتين الانترستيشيام و البلازمة ده هو كمت اكسترا سيلور يعني اللي بره الخلية الدم و بين الخلية وبعضها ده الجزء اللي بره الخلية فمالتي كومبرتمت من دم موجود اكسترا سيلور و انترا سيلور يعني جوه الخلية دراجه و تشوكين كورس الممبرين و يتوزع في كل الجسم سواء كان بلازمة او انترستيشيال في اللوود الدراج ده لازم يكون حجمه صغير ولازم يكون بيدوف اللبت و مش عليه شحنة او انتشارجد نفس الكلمة يعني مش عليه شحنة شبه الالكوحول يوصل كل الخلية و كل جزء في جسمك رابع احتماله ده الجديد ان الادوية تحتبس او تتخزن جوه الخلية تشو رتلفور يعني الدراج لها جاذبية لخلية معينة فهتتراكم فيها تشوه وتتركز في الخلية ده شبه الكالسيام و تيترسيكلين لما يتخزن في قلب البون الكالسيام دوت تيترسيكلين ده مضاد حيوي و يتروح و يترسف في البون و شبه اليود لما يترسف في السيرو الجلاند طيب ده الكلام على حسد داتا دكتور شرح عليها في داتا القسم بقى مزوادين كلمتين كده قالك اليود بيترسف في السيرو الجلاند و كمان في الساليفر جلاند دول كلمتين زيادة من داتا القسم عشان نبقى مجمعين كل الحاجة والكلوروكوين ده دوا تاني بتاع المالاريا الدوا ده بيتركز جوه الليفر الليفر ده اللي هو الكابت فالادوية دي كل دوا بيبقاله جاذبية لعضو معين يعني العضو ده بيحبوا اكتر من اي عضو تاني فيروحوا يجذبوا ان هو يترسف فيه ويتقزن فيه العضمة بيجذب دوايين اللي هما الكالسيا والتيترا سايكلين واليود بيتجذب في السيرو الجلاند و الساليفر جلاند و الكولوروكوين بيتجذب في الليفر كده احنا خلصنا جزء البتن منشان نراجع عليها عشان احنا بنا دي مراجع سريعة هنتكلم عن الجزئية تانية والدكتور اهتم بيها جدا 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 الرجاء اهتمين بيها قوي Apparent Volume of Distribution هو الحجم فهو بيقول لك Volume of Distribution يعني حجم التوزيع هو اي حجم التوزيع حجم المية اللي هتوزع فيها الدواء وانتهى البساطة بيقولك هو حجم المية اللي هستطاع تستوعب كمية الدواء يعني مجلس معي كوبية مية وعايزة لها سكر معين فكوبية المية دي هتستقبل حجم المية دي هيا الدولophone يستوعب كمية السكر المجال كبات الصالوجان نضافoons لنا صلوق للمرام او جميل تركيز هذا مجال البلازمة. طب ليه جوا البلازمة? قل لك عشان البلازمة دي حاجة اللي انا اقدر ايسها. تاني حاجة ان البلازمة مهمة جدا علشان كمية الدول اللي في البلازمة هي اللي تقدر تعمل هي اللي بتقدر تبني التأثير. تعالوا نشوف التعريف كده والاي كلمة صعبة هننفسر. بيقول لك هو ده كمية سائل زات وطأ كمودياتي اللي هتقدر تستوعي التوتال كمية الدواء اللي الجسم هياخدها. بيساوي انزا انتير فوليام والزا سام از انزا بلازمة. يعني لو اعتبرنا ان تركيزه في الدم هو تركيز الدواء في جسمي او انا محتاجا يوصل لتركيز معين هو تركيز البلازمة. بيقول لك عشان هو اعتمد ان تركيز الدواء هيبقى في البلازمة بسمعين. احنا قلنا الدواء هيتوزى على تات اماكن بلازمة وخلية وما بين الخلايا. بس في المعدلة دي هي اعتبروها على بازمة بس. عشان كده اسمع ابرانت ابرانت يعني ظاهري مش حقيقي. طب المعدلة دي جاية منين? انت اننا اغدين في اعداد اقلي كده ان التركيز تركيز اي مادة لما اجا عايز اعرف تركيز السكر في الماء اجيبه ازاي? هاحسب كمية السكر اللي انا باخداها كمية على حجم المية اللي انا جايبايا. انا جايبا مسلا كيلو سكر على حجم المية اللي هي اتنين لتر مساء. ووصل لتركيز. لما اقول انا جايبا كيلو سكر على اتنين لتر يبقى كل لتر فيه ادي سكر. فاهمين الفكرة? فهي المعدلة جات من كده. فقال لك نعوض يعني. يعني بدأ كلمة تركيز. انا بعتمد في التركيز عندي في الادوية على حاجة اسمها بلازمة اللي هي سي بي. وبعتمد على التركيز اللي هو تركيز بلازمة اهو. بيسوي ايه? الكمية اللي انا وغداها. كمية دي اه دي اه. كمية من حجم السكر. انما انا في القوية بقول عليها جرعة الدواء اللي انا وغداها. يبقى كلمة كمية هي نفسها الجرعة. يبقى التركيز هو السي بي. وكمية هي الجرعة اللي بنرمضها برمز كيو. طيب. طيب اخر حاجة على ايه? على حجم. حجم ايه? برة كان حجم السائل. اه جاء حجم الميوم هنا برضو حجم الفليوت. ما فيش اي مشكلة. والحجم من مساله في كلمة في دي. تمام? يبقى عندنا كده كلمة كيو. كيو بتساوي السوري. السي بي. تركيز الدواء في بازماء بتساوي كيو كمية. اه على الفي دي هو الحج. طيب احنا هنا بنحسب ايه? او الشرح عليه على الفي دي. فلازم ان نطلع الفي دي بره عشان نوصل للمعدلة دي. هنروح عاملين ايه? هنروح واخدين الفي دي من بره نطلع هنا ونجيب السي بي مكانها. هيبقى الفي دي بيساوي كيو على السي بي. اللي هي المعدلة الموجودة دي يا شباب. اتمنى ما نكونش لغبطكم. الفي دي اللي هو الحجم بيساوي كمية الدواء او جرعة الدواء اللي انا واخدها على تركيز الدواء في الدم. طبعا? اهو ادي الفي دي اه معناها دراك والوحدة بتاعتها مهمة اللي هو اه لتر والكيو بتتقاس بالميلي جرام والبازم بتتقاس بالميلي جرام على الميلي لتر. طيب ايه فايدة ان انا عرف الفي دي عشان عرف الدواء توزع ولا لا? ليه? عشان كل ما زاد كلمة كل ما عرفت ان الدواء توزع في اماكن كبيرة مش حجم التوزيع بتاعه زاد يبقى اكيد اتوزع. صح وانا غلطانة يبقى اكيد وصل لخلايا لا اه تمام. طيب هل 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 الفي دي والسي بي علاقة ما بينهم ايه? تعارفين لو الحاجة فيما بينها اه لو ضرب يبقى علاقة ترضية. لو اسمه يبقى علاقة ايه? علاقة عكسية. العلاقة ما بين الفي دي والسي بي علاقة عكسية. يعني كل ما زاد الفي دي كل ما قال لتركيز الدواء في البلازمة طب ليه ما هو توزع يا ابني وراح للخلايا فاللي فضل في البلازمة حبا قليلة. طيب العكس برضو. كل ما زاد تركيز الدم في البلازمة كل ما قال لفي دي طب ليه? وانا الدواء فضل في قلب الدم. مراحش للخلايا وبتوزع ازاي? يبقى العلاقة ما بينهم دايما علاقة عكسية والدكتور قال اه جبنا دي مهمة عشان اللي امتحنت. ان علاقة ما بين الفي دي والسي بي علاقة عكسية. كم? طب كفاية بقى الكلام عن الجزئية دي تعالى ندخل على الجزئية تاني. فهي مشكلة في الفيديو مستربيوشن? ان شاء الله لا. ولو في المشكلة رجعوا لها المحاضرة. اه اه طولت فيها كتير او في محاضرة الجزئية دي. اه بعد اكيد بيقول لك ايه? في سؤال مهم بيقول لك ايه العوامل اللي بتأثر على الفيديو? والدكتور اهتم بيها. حاكتين بتأثر على الفيديو. اه ده ده اللي مكتوب في داتا اللي لا لا قول لي. اه اه داتا اللي دكتور شرح عليها. في معلومات تانية مشروح افضلتك سماقولها دا. ايه العوامل اللي بتأثر على الفيديو بيقول لك يعني الدم قادر يوصل للارجن طيب لو في خلية بعيدة والدم ما موصل لهاش ومش هيتوزع عليها الدواء صح? فكل ما زاد الدم كل ما زاد فكرة التوزيع كل ما زاد المواصلات كل ما زاد الناس اللي تروح للاماكن المختلفة صح انا غلطانة فعشان كده كل ما الدم زاد لعضو معين كل ما زود ان الدواء تاني حاجة ليه بسولوتي طيب ليه بسولوتي ما انا بقول ان فكرة التوزيع ان الدواء يتوزع على الخلايا ويوصل للخلايا طيب هو لو الدواء مش بيتدوب في الليبت هيروح للخلية ازاي جوه الخلية ازاي دا هيتراقم ما بين في الاكسرا سيريور اللي هو الانترستيشن والبلازمة فلازمة ان يكون الدواء دا عشان يتوزع كويس ان يكون بيدوف الدهون عشان يقدر يوصل جوه الخلية طيب تلت حاجة بتأثر بلازما بروتين ده ايه؟ ده نوع من انواع البروتينات موجودة في الدم البروتين ده بيمسك الادوية على سطحه وما يخليهاش يسبها طيب لما الدو يتمسك في البروتين هيعرف يا عدي هيعرف يتوزع لا يبقى احنا كده ملخص اللي فايت ان لو الدم زاد التوزيع هيزيد ولو اللي بتزاد التوزيع هيزيد طيب لو البروتين باينك زادت لا التوزيع هنا هي يبهينا علاقة عكسية دي عكسية اخر حاجة بايدن توسيل انتشو يعني الدوية كله جاذبية لارجم معين لأي حاجة معينة يروح جارية عليها علشان يرتبط بيها فده بيزود فرصة للتوزيع بقى يبقى تاني ايه لعوامل متأثر على فرصة للتوزيع او حجم التوزيع زادت الدم اللي راح يلغز المنطقة ان الادوية يكون بتضوف اللويد ولا لأ ادوية مسكفة بلازما بروتين ولا لأ الادوية اللي لها جاذبية لارجم معين لعضو معين او خلايا معين ولا لأ طب ايه هاميت اللي انا نعرف بلازما بروتين قال لك اول حاجة اول كلمة يعني يعني بيعرف هل الانتجة خدت الدوية ولا لأ يعني عندك مثلا لو الفي دي عالي يبقى اكيد الانتجة خدت الدوية طب لو الفي دي قليلة يبقى اكيد الانتجة ماخدش الدوية وعليها مثال تحن اهو مثال بتاعها ان هو عليها إضاء الدوية مهم الفيوريزوميت ده دوية ديوريتك يعني بيعمل إدرال البول هذا سمول في دي طب المعنى سمول في دي ان هو فضل في الدم متوزعش على الخلايا ده معناه ده معناه انديكيد في ريلود التشو افتيك يعني الانتجة والخلايا ماخدتش الدوية كمية جافية طب تاني دوية اللي هو دي جوكس بتاع القلب بوزوت في انتروبيك ما نتجعه بيها بذي حاجة بنعناب زوكو تنقواد القلب لو درج في دي التوزيع بتاعه حجم التوزيع بتاعه كبير معنى ذلك ان هو قدر يوصل للخلايا متنوعه قسجا متنوع طيب ده اول اهمية ان هو يعرف اي اهميته على فكرة الاسعة دي مهمة لو كان فيه يعني لو هتكتب اجابات يعني اقول له اسكر مسلا العوامل مؤسرة على الفي دي اسكر اهمية الفي دي وهكذا وقال لك في حالة التسامن بيقدر بقدر احدد هل اعمل دياليسز ولا يعني ايه دياليسز الدياليسز دي عملية غسيل للدم يعني ايه بيكون العيان قاعد هنا تعمم تعمم وبياخده منه خرطوم كده موصلينه بالشوريان الشوريان ده ياخد الدم وبعد ما ياخد الدم هيوديه لجهاز الجهاز ده يروح مفلتر الدم وشيل اي مواد ضره ويروح مرجع للمريء للعيان الدم تاني لازم ان يفلتر طيب بيقولك في حالة التسامن تعمم حد في حالة التسامن من دواء ما هل ينفع عامله غسيل ولا اسأله الاول هل الدواء ده موجود في الدم ولا لو الدواء موجود جوا ال Volunteそれには اخسى نحبross جوا الخليه فبايقولك لك الدواء ده موجود جوا الدم فهل تعرف ان تهض عماغ الحل يعني اخسل فلو مش موجود جوا الدم لا فمش هاريفه اخسله من المواد للخليه الموجود في القليه مثلا لا انا فمش استفاد حسوله ما شاشه الاول ان هو موجود في الدم ولا خلية مش اشتهى الingerحP ومتع لا بماض 1961 هو زيش ده في الدم معنى يتحول عمله عالية فbbe على WE Dr في اللي هو م vakعمل القليد بالدaimer استفاد ايه. انما لو الفيدي بتاعته قليلة معنى ذلك ان الدوم متوزعش في فضل جوه الدم. وبالتالي اقدر اعمله غسيل. تعم? يقول لك الدايس. ان الغسيل مش هيفيد في الادوية اللي عندها لانها توزعت على خلايا الجسم. انما هي يوزف الادوية اللي عندها لوفي دي. اه والحمد لله ان معظم الادوية موجودة اصلا في الدم وقدر عملها غسيل عيب. تاني حاجة اهمية الفيدي بيقول لك بتساعد على كالكوليات اللوودينج توز كان الدكتور شعلكだけ اللوودينج دوز دي جرعة يعني يعني الجوز تحميلية هي جرعة اللي انا انا بديها العيان عشانوصل لإيه السيرابيوتك افكت. ايه السيرابيوتك ett اله هو التأثير يعلاجي لي. تبقى جرعة عالية قوي 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 تفهم during this time لدي مثالة عليها آآ دة واسموا دي جوجسان قال ان اللوودينج دوز بتاعته 6 اقراص. على الرغم ان بنتين ان بن نس دوز منخفضة. يعني انا وصلت للقمة. بس عليك احفظ عليها. يعني مسلا ادي لودينجدوس عليها كده دي لودينجدوس. بعد كده ابدأ ادي من تلينجدوس بقى سابتة كده. جرعة سابقة. طب احسب لودينجدوس دي من معدل لفوق دي. مش هنا. يعني الكمية الجرعة بدى لها بكلمة لودينجدوس. يبقى لودينجدوس بسوي ايه? بسوي دف ده. شايفين لو احنا افترضنا هنا عشان احنا عارفة ان احنا كنا نشوف اليوضة. لو هنا في لدي. وانا عايز احتمل الدي. الدي في الواحد والفي دي في السي بي صح? الدي هتساوي الفي دي في السي بي. تمام? اه? المعادلة بتاعتها الدي بساوي في السي اس اس. طب ليه نغيرها من فوق من سي بي. سي بي فوق كان تركيز الدواء في قلب الدم لما جانا اسحبه لما انا جايز اعرف التركيز يوصل لحد ايه. انما سي اس اس اس. سي اس اس. بلازمة يعني تركيز سابت للبلازمة. تركيز الدواء في جسمي يا شباب يختلف من وقت للتاني ومن وقت اخد الدواء طب اخره طب مش عارف ايه. لقى الجرعة والاولية ككزا. لقى الجرعة التانية هتجي الكاميرا عليها. بصفوق تلافات في تركيز الدواء في جسمي. بس بيجي عند لحظة. يجي عند لحظة ما تركيز الدواء هيوبة سابت. يعني تركيز الدواء مش في جسمي زي. لو ده ده الوقت طييم. وده التركيز. الاول هيبعلي بلودين جدوس. بعد كده هيخلق حبة. وبعد كده هتدي البرشامة التانية فايعلى. وبعد كده هيفضل سابت بعد كده. الفترة السابت دي. الفترة اللي بحسبها في المعدة دي. تعم? طب فترة السابت الفترة اللي فيها اه تركيز الدواء جوال باللازمة سابت. يعني التركيز سابت. تعم? اه رابع اهمية بيقولك ان الفيديو الديركتي بروبوشنال مع التي هوف. يعني بتناسب ترضيا مع التي هوف. ايه تي هوف دي? التي هوف هو الوقت اللي بيحتاجه الدواء عشان يتخلص من نص كميته. او الجسم يتخلص من نص كميته. يعني ايه? ادي عندي جرعة الدواء. تعم? سوري. اه ادي هي الرسمة. انا عندي جرعة الدواء معينة. سي مسلا ان هي مية. بيقولك المية ديت انا عايز اخلص اه اخرج خمسين منها. هيخرج خمسين منها بعد ساعة. تعم? ونص الخمسين دي خمسة وعشرين. الخمسة وعشرين يخرج بعد كان وقت معين. فبيقولك ايه? التي هوف هو الوقت اللي انت قدرت تتخرج فيه نص كمية الجرعة. يعني مية بقت خمسين. يعني خرق خمسين ده نص الجرعة. الوقت ده بقى اللي خد الوقت اللي خد الموضوع ده قد ايه? خد ساعة. خد ساعتين. خد اه ثمان ساعات. اي وقت هو هيخده. بس الفكرة هو الوقت اللي انا محتاجه. اللي محتاجه عشان يتخلص من نص الكمية. من مت بتبقى خمسين. من من سبعين تبقى خمسة وتلاتين. من خمسين تبقى خمسة وعشرين. هو الوقت اللي محتاجه الجسم عشان يقدر اتخلص من نص كمية الدواء. هاو سيقولك الفي دي بتتثنسب معها ترضي. طيب ليه الفي دي بتتنسب معك ترضي? الدواء اللي عنده فيديه عالية معنى زالك انه هو مش بيخرج برا الجسم. الناس الدواء اللي عنده فيديه عالي بيمتص بسرعة يعني بيوصل لدمه بسرعة وبيتوزع بسرعة هو أصلا فيديا عاليا حجم التوزيع بتاعه عالي فهو كده كده بيتوزع بسرعة يعني الـ A اللي هو عالي الـ M اللي هو تكسيره عالي إنما الـ E دي كلمة أدمي شباب بتاعة اللي هو خروجه من الكلة بيبقى قليل فالدواء ده بيفضل في جسمي وقت أطول طب مهي بيفضل وقت أطول أصلا الكلة مش هتخرجه فالكلة ما بتخرجش الدول للتوزيع بتاعه عالي فبيفضل جوه الجسم طب مهي بيفضل جوه الجسم هيو عدو قطأ أطول أنا عادت كتير يبقى وقت كتير فاهمني طب هي ليل الكلة مش بتخرجه عشان هتعمله عادة تمتصاص عشان هو بيدوف الليبت فبتعمله حاجة اسمها يعني بتعيد المتصاصة تاني مش مشكلة عشان ما نتوش فيها بس يحفظوها نوع يعني عادة تمتصاص يعني بعد ما ترميه في تيوبيول معينة لا هتعيد المتصاصة تاني يعني بيتناسب عكسيا مع دراج إليمنيشن يعني معدل خروج الدول من الجسم طيب هو بيزيق كل ما زاد الفيدي كل ما قال معدل خروجه سهلا كل ما زاد الفيدي كل ما قال لي إيه قال ده يزيد ده يقل معدل خروجه اللي هو الريتوف إليمنيشن وبرضو معنا ككلمة ان يقل معدل خروجه ان يوعد وقت أطول أنا أقللت خروجي فهو ععد وقت أطول انا عدت عن صاحبيتي وقت كتير فكده انا مخرقتش بسرعة فاهميني يا رب يكون كل الكلام ده واضح اشان طوال عليك طبعا عشان ليه مراجع او بصوا ده مثال ده ده اسمه دي جوكسن كنت قلت لكم من شوية المثال بتاع الدكتور اللي هو قاله كان بها تحت ان الوودينج دوس بتاعته كالستة والمينتينينس دوس بتاعته واحد اه وهكذا اه من ويدات الدي جوكسن برضه يولاد ان هو عنده هاي فيدي عالية يعني هي يعني بتوزع بسرعة فهو معدل خروجه من الجسم قليل فهو يقعد وقت أطول في الجسم فهو تيهاف بتاعته عالي طيب معنى تيهاف بتاعته عالي يعني هو بيقعد في الجسم وقت طويل فبيحصله كلميليشن عشان كده بيقول لك ايه ان العينين بياخدوا جيكسين بياخدوا مرة الجرعة وفي ايام بيخدش فيها الدواء الدكتور مثلا يقول لك ايه خد الدواء السبت وخد الحد واثنين مثلا اجازة بياخد اجازات يعني ليه اصل الدواء لسه عالي في الجسم ومقرقش يعني انا هتديني الدواء هو لسه اسم جوا جسمي لا استنى بس يخرج حبة منه او عالي تيهاف بتاعه وبعد كده ديني بقتل الجرعة تخذت القلب لها نظامها بقى في الاسم اه كان الدكتور تذكر حاجات سمع معادلات مهمة الدكتور صراحة ما نذكرهاش في المحاضرة بس انا قلهم في سريع كده عشان موجودة في الداية يعني علا وعاسد كنا عليكم انا معرفش اي اي اكيد ما عليكم محاضرات تانية اه تيهاف يعني فترة عمل النص فترة عمل النص يعني المدة اللي بيحتاجها الدواء عشان يخرج نص قيمية اللي بيحتاجها الجسم عشان يخرج نص قيمية الدواء تبقى رقم السابط دا في الفيدي اللي هو حجم التوزيع في السي ال السي ال اللي لديها الشباب اسمه كليرنس كليرنس يعني ايه يعني الدواء بيخرج من البلازمة بتتنقى من الدواء حجم البلازمة بتتنقى من الدواء نجع. ليه بقول لكم نجع عشان هنجح في محاضبة ثاني. وهتفهمه بشكل اقصد. بس هي المعادلة دي الزاقرة في انا قلت اجبها لكم. هي الفكرة دي احنا هنعوض معنا 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 هنعوض ونجيب معنا 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 هنعوض ونجيب وحفظوا كل معادلة عشان ممكن يجيب لك معادلة طلعة من تانية يعني مثلا يجي يقول لك ايه احسب لي احسب لي تركيز مسلا للدواء. تركيز الدواء في البلازم. ايه تركيز دواء هي طيب. المعلومات اللي عندك عندك وعندك اجيبها منين وما فيش معادلة طبوتهم. لا فيه. انك تجيب الفيديو. هو بيسأل عايز عايز السي بي دي. تمام? استنى اجيب لكم. اه اجيب لكم بس عشان تبقوا معي. هو عايز عايزك من مسألة تحسب دي. والمعطيات اللي مدها لك اللي اتنين دون. اجيب معاود فوق. تمام? وكده يبقى يمديك برضو تدوس. طيب المعادلة التانية اللي هو زي تحسب الكليرانس بيقول لك الكليرانس معدل هو معدل اللي تخرج في الدواء على السي اس اس. السي اس اس دواء اللي هو برضو الفترة اللي بيكون فيها او التركيز التركيز الثابت للبلازمة. لما تركيز البلازمة يثبت على وضع معاين. اه بصوا شباب المربعين زرق دول دول الحاجات اللي موجودين في داتا القصل. مش موجودون مش موجودين في الداتا اللي شرحت في الكل ايه. انا من شوية بص اول المربع بيقول لك فاكتورز افكتنج في دي. العوامل بتأثر على الفيديو. انا شرحتها فوق. يعني هي بس انا ها اقرار لكم الكلام. سوري سوري سوري. اه. يا الله. فاكتورز افكتن فيدي هي نفسها. ونفس الفكرة. بس انا بس هاقول لكم الكلام اللي مكتوب فيها. هي العوامل بتأثر على الفيدي بيرفيوجين. يعني كلمة بيرفيوجين يعني معدل اه تغذية العضو من الدم او المقدار سيريان الدم للعضو. ايه نفس الفكرة ان الدم بلاط فلو. اللي هو سيريان الدم للعضو. اه بلاط فلو تلوزا اردن. تعم? كل ما زاد بلاط فلو كل ما زاد ديستربيوش والتها فوق. طب ليه? عشان الدم هيقدر يوصل لغلاية كتير فكل غلاية تقدر تاقد حبة من الدو. طب الديفيوجين يعني كلمة دفيوجين. دفيوجين يعني حاجة بتعدي من خلال ممر. خدتوها غالبا في التلمي الاول فيها. لكي دي عند اساسيات الهيستوروجي واساسيات يعني إلال يف swing؟ يعني دفيوجين لازم انت عدي من حاجز من ممر من صور إلوه لازم ان تعدي من مكان لمكان. طيب ايه هنا دفيوجين انه هيفيدنا في التوضيع س염 مبريد سيلمن برين كان يكون من البد بيلية فاكيد لما الادوية تعدي من دفيوجين ده يعتبر فيوشان فلازم الديفيوجين ده مرتبط بان يكون الدواء بيدوف على الدهون. فده اللي اسمه الفيوجين يبقى فكتو الافكتين فيدي برفيوجين و برفيوجن يعني الدم من رائح للخلية يعني الحاجة بتعبر من خلال صور من خلال حاجز من خلال بوابة هكذا فهو اللي بيتحكم أو اللي بيحرص الدوبيج Zaal هالدواء بيدوف الليبت في يعرف يعدي اللي هو اسمها ليبوفيلك فالك يعني بيحب هالدواء ليبوفيلك بيحب يعدي من الليبت ولا فوبك يعني بيخاف فا ما بيعرفش يعدي كل مزاد الليبت السلبيتي كل مزاد التوضيع لإنه يقدر يوصل الخلاج تاني حاجة حاجة اسمها significance الدكتور عفك ركز على المربعين دول يعني significance يعني ايه همية ان الدواء يقوم بيدف الليبد منطقة البساطة لما يدف الليبد الخلايا هتمتص بسرعة فيزيد متصاص الخلايا برضو هتقضوا بسرعة من الدم فيزيد توزيعه طيب تالت حاجة بيزيد تكسيره اللي بيزيد تكسيره عشان الليفر اللي هو الكبد هيقدر يقدر 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 ويقدر ويقصره تالي اتقرب حاجة هيقل لخروجه من الجسم اللي هيقل لخروجه من الجسم عشان الكلة اللي هيكدني هتعمل له حاجة اسمها تيوبلا ري أبزوبشن يعني بتعيد امتصاصه هو بيدف ثانية فهي اول ما ينتيك إذا انت عدت لأ تعالنا هاخدك تاني انتقل لك تعدي فتعمله اعادة امتصاص يعني بيمتصر بسرعة بيتوزع بسرعة بيتقصر بسرعة بس ما بيخرجش بسرعة دي اهمية اللي بيزيد تلبيتي وركزوا عليها حتى انتجلكوا ركز ثالث علمان معانا حاك اسمها الأدوية اللي بتمسك في ببزما بروتين بيقولك ايه الأدوية عموما هي بتمشي في الدم بس بيبقى في توازم كده ما بين ان الأدوية قن مشية لوحدها وما بين ان هي قن محملة على بروتين باسمه بلازما بروتين بلازم يعني موجود جوا الدم في البروتينات الموجودة في الدم بتجيasty الادوية بيبقى الدراجer البسراليpicوليوت ان بلازما اقبار شا لجزء منها هيمسك في بلازمة بروتين ويبقى مرتبط وجزء تاني هيبقى فيما بينهم توازن الدكتور فصل كلمة توازن ان الجزء المرتبط بيعوض الجزء السنجل يعني ايه بيقولك الجزء السنجل له فترة ويخلص بيقصر اخر جبارات الجسم فييجي المرتبط ويقول ايه انت خرقت انا هعوض مكانك ما تشلش همك صحبي انا هاجم مكانك فهو بيقوله ده التوازن وممكن التوازن ان هو يقوم فيما بينهم توازن في التوزيع مثلا ففتي ففتي مسلا او اي ان كان الرقم ما بينهم الله اعلم ايه التوازن بالزبط بس تمام بين كتوب لازمة روتين اس ريفيرزابل ان نونسيلكتف يعني ايه نونسيلكتف يعني مش بتختار مش بتختار ده ومعين هي بترتبط باي دواء ييجي او بترتبط مبوعظة من ادوية مش بتختار مثلا الجزء ده عن الجزء ده فعشان كده هي نونسيلكتف ومش بتفضل حاجة معينة بالعكس هي الادوية اللي بتفضلها عن حاجات تاني ريفيرزابل يعني بتقدر تسيبها انا قلت لك قبلي كده ان المرتبط يقدر يعود السنجل السنجل لما يخلص يجي له جزء مرتبط يقول له اذا انت مشيت والله لسيد مكانك صحبي يروح سايب الباز مبتين يقول انا هبقى سنجل زي صحبي اللي ميت وياخد مكانه فعشان كده اسمه ريفيرزابل يعني بيقدر يسيبها يقدر يستغنى عنها اه اللي هو اه اللي هو تعكس اللي حصل تعكس الارتباط اهواقا المرتبط عكسها بقى سنجل تعم ادي صورة بتوضح الادوية الدواء المثلس الواحده ده السنجل واللي ماسك في دوائر كتير ده المرتبط تمام فيما بينهم توازن السنجل ده هو اللي بيقدر يعدي لان المرتبط مش عرف يعدي من البورز بتاعت البلاط ولا هيعرف هيعمل ديفيوجن جوه الخالية بالليبت فيفضل موجود جوالدم للأسف الادوية المرتبط هتفضل موجودة جوالدم مش هتعرف تعدي السنجل هو اللي يعرف يعدي فلما يعرف يعدي يعمل ايه هيتروح متوزع متوزع على الخلايا طب من ضمن توزيعاته انه يروح ويتكسر وبعد كده هيقدر يخرج حتى لو معدل قروجه بطيء بس هو هيخرج طب الجزء المرتبط لما يحصلوش اي حاجة من دي هيفضل مكان ما يتحركش امتص انت يا كوية ويعمل 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 لحد ما تخرج او ما تخرج هيفتكر بقى انه كان له صحب كده وكان سنجل بائس والله لا انا هبا زي وسهه يفكي الارتباط مع الابازمو بروتين ويروح هو عامل نفس الدورة اللي عملها السنجل الابدي يروح رايح ووري الخلايا ويعمل تأثير ويروح مكسر ويروح يخرج تعمام السايس او فلازمو بروتين دكتل ما زكرهاش في المحضرة بس هي موجودة في الداف عشان برضو نظم ان هي عليكم لا مش عليكم اول حاجة اهي اه هي اسامي البرورتين ديت البيومين او جليكو بروتين الفاون اسيدك جليكو بروتين الغدوية الحامضية كل من هم انواعي بزم يوتوني عموما كل من هم يمسك فيه نوع معين من الادوية عندك الابين يمسك فيه الاسيديك درج ايه وايه في الادوية الحامضية شابه الورفالين مضد للتغلط والاندوميساسين ده دواء لانسترويدي مضد الالتهب غير استرويدي بعد كده الالفان اسيديك انتعارفين قطي يحب خنائقها الأدم هي استمع فيها حامضة يحب الادوية الاسيديك القاعدية قطي يحب خنائقها دراج شابها البربرانولول والكويندين دي أدوية لا علاقة بالقلب الجلوبيونين بقى نوع تاني من اسمه هو بيحب الأدوية اللي فيها هرمونات عموما لو حد بياخد سيروكسين هرمون او سيكس هرمون او اي نوع من انواع الهرمونات هي بترتبط بالجلوبيونين الضغطور مركز عليهم مقالهاش اصلا بس احتياتي حسن تجيلك والله اعلم برضا هنالوقتي هنقرم بين نوعين من الأدوية الأدوية السنجل والأدوية المرتبطة فالأدوية السنجل هي ادرة انها يكون اكتف ديفيزابل يعني كلمة ديفيزابل دي كلمة مكتوبة في data الكلية ديفيزابل يعني بتعدي من ديفيوج انه هو يتعدي من خلال الصور فالأدوية دي ادرة تعدي ستلمين برين لها عشان كده بتدف الليبن فهي اكتف كان اكسس تو ايتس الريسبتور يعني تقدر تروحي للريسبتور اللي هو المستقبل اللي هتقدر تشغل عليه وتقدر تتوزع وتقدر تتكسر وتقدر تقرب اول ما بتخرج بيتم تعودها مباشرة باستمرار من الباوند فراكشن طيب الباوند فراكشن ده ايه بقى لو هي باوند لو هي مرتبطة فهي غير فعيلة ننضب فيزابول ما بتعديش من المكاية ما بتتوزعش ما بتتكسرش ما بتخرجش هي احتياطي خرج السنجل تروح متحوالها بأكد يعني هي سبحانه لقاتنا ننضب فيزابول اول ما شوف صاحبها السنجل خط حريته وخرج برا الجسم تقول ايه والله عايزة اكون زيه تروح متحوالها من مرتبطة للسنجل ايه العامل بتقسر على البازمولوتين الدكتور ما قلت لهاش بس هنقولها بسرعة لشان اتاعدوا بالكم منها ممكن تكون عليكم الرينالد زيز هباتيك دزيز هاي بيالجونيميا يوريميا بيرنس نيو بلاستيك ايه الكلام اللي انا بيقول ده البازمولوتيني يشعب دي بروتنات اللي بيصنعها الكابت والكلة دي بيصنع الكلية بقى بتمنع خروجها من الجسم فبتحافظ على البروتنات جوه جسمك يبقى كليا بتحافظ عليها طب لما قولك ان الكابت حصل فيه مشكلة وعية يبقى اكيد البازمولوتين دي مش هتتكون فهتقل الكابت بوز اللي هو الهباتيك دزيز هيبوز فالبلازمولوتين هتقل طيب المرض التاني ان الكليا البوز في كليا البوز فهتروح عاملة الصفية بتاعت الكليا اللي هي بتصفي الادوية هتروح متوسعها فهتروح مصفية البروتنات في قلب اللي ينزل في اليورين فالدواء كده هيخرج البرازمولوتين هتخرج ببرة جسمي طب البرازمولوتين لها اهمية وربنا خلقها كده هبقى طب مع ذلك انها مستصناش او تخرج بسرعة من الجسم او تم فقدارها مع الحروق الناس اللي بيحصلها برنس حروق هتفقد البرازمولوتين والناس اللي بيحصلها الابونيميا الناس بطبيعتها الابونيمين عندها قليل او مرض معين او الناس اللي عندها الناس دي البرازمولوتين بتاعتهم قليلة طب ضعب المشكلة ده هتفقد مسكلي في الدواء اه مسكلك لا اهمية مسكلك الدواء هبقى مسكلك الدواء عشان لو الدواء كله اشتغل في وقت واحدة هيحصل لك اثار جنبية ده من رحمة ربنا بينا ان في بلازمولوتين تقدر تمسي جزء من الدواء وانت لو واخد الميت جرون مثلا من اي دواء دخلتوا الجسم كل مية كلهم اشتغلوا مية كلهم هعملاق اثار جنبية جامدة من سبحان الله بيحصل ما بينهم توازن مثلا اقول 20% منهم هينمسكوا بلازمولوتين وال80% من مشغلين لو 80% دول زادوا خمسة بس من البلازمولوتين هتتأثر هيتأثر عليك بالسلب هو ربنا خلقنا بتوازن كل حاجة دقها بقدر معين من فاش تختلف فعشان كده الامراد دي كلها بتقلل من نسبة البلازمولوتين طب اذا ما تقلل البلازمولوتين معنى زيك ان لا يبقاش فيه ادوية مرتبطة هتمسك في البلازمولوتين فالدواء كله هيبقى سنجل هيزيد كمية الدواء السنجل اللي موجودة في الدواء طب لما يزيد كمية الفري فراكشن اللي هو لجزء السنجل هيزيد توزيعه هيزيد تأثيره هيزيد كل حاجة فيه ده طبعا هيجي على المريض بالعكس التاني عامل بيأثر عليها هو ان يكون الدواء له جاذبية معينة لاجزاء اللي تجهد معينة الانسجة معينة عشان لو الدواء له جاذبية اللي تشم معينة مش هيمسك في البلازمولوتين وهيتام ان هو يكون يروح للنسيج بتاعي يقول لا ده فيه عاجة تانية بتكذبني اللي هو الريسيبتور ده الريسيبتور ده بيعمل تارجت يعني تارجت يعني بيكذب الدجوكسن ده مرض الدواء للقلب فالديجوكسن له جاذبية للريسيبتور ده فيروح رايح لحد ويترصف فيها ويسيب البلازمولوتين اخر حاجة الاجين يونيت الهف لو كونسنترشيب البلازمولوتين طب لين يونيت الاطفال بلازمولوتين بتاعيتهم قليلة عشان الليفل بتاعهم مش ويلد فولب ما تكونش كويس ما تطورش كويس فما يقدرش يعمل نفس الفعالية ولا ينتج نفس الكمية من البلازمولوتين فايزيد توزيع الدواء يعني زيد توزيع الدواء مخلاصم انت مش ماسك الدواء مفيش حاجة مسكية فهتسيب الدواء هيبقى سنجل هيمتص هيتوزع هيكسر وهيحصل لكل الدورة دي كلها تعم؟ التمانية يا شابت اللي حد بقت يكون معنا احنا كده اتكلمنا في ايه؟ انا كنت بتكلم احنا بنتكلم على مراجعة للدستريبيوشن اتكلمنا على الانتروداكشن وخلصناها وكلمنا على البتن اللي هو سنجل ملتبل والحاجات دي كلامنا على تعريفة والفاكتورز بتاعته وحاليا منتكلم في ودراكة البلازمولوتين والبلازمولوتين بإذن الله يعني هنحاول ان شاء الله يعني ما يكونش وقت طوى انا مش عارفة صراحة ما بيبنيش الوقت فانا مش عارفة احنا بدنا قد ايه؟ بس هنحاول امشي لكم بسرعة اللي باقيين بصوا 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 يا شابت ده مقارنة ما بين الأدوية الى هاي هايبازمولوتين والأدوية الى هاي hinter الي شاحةqui مبيناول勝نا هاي بلازمة بروتين يعني مسكة في البلازمة بروتين اوي ومن الادوية ان يتوزعها عالي نفس الفكرة ان الدواء اللي له توزيع عالي معنى ذلك ان هو بيحدر خلايا اوي فعشان كده بيقولوا عليه هاي الليبس روبيتي بربط ان هو ايه بيتوزع بيروح للليبت كلها عشان قدر يتوزع ويصل بقوة الخلايا فمعنى ذلك ان هو بيدف الليبت فدي حاجة بديه فاحنا الوقت بنقرم عمين الادوية اللي هتتوزع بشكل عالي هاي تعالوا نشوف البلازمة الاول ان احنا شرحين الدواء اللي بيمسك في البلازمة بيمتص بشكل عادي لا بيمتص عادي معنى المتصد ده معنى هو وصل للدم فهو لازم يوصل للدم عشان يروح للبلازمة وروتين طيب هل بيتوزع لا البلازمة وروتين مسكة ومقفرة عليه وحالفة ان هو ما يخرجش من قلب الدم فعشان كده مش بيتوزعه بتوزيع بتاعه قليل طب هل بيكسر يا عم بقولك هو ما توزعش اصلا عشان يروح للليبت يكسره طيب هل بيخرج برا الجسم يا عم هو اصلا مش عارف يتحرق من مكان فهو برضو مش يخرج هو بيمتص بسرعة بس انما لا بيتوزع ولا بيتكسر ولا بيخرج طيب معنى ذلك ان هو بيقعد في جسم فترة طويلة ولا لا او عشان كده فترة تعمل النص بتاعه تزيد ليه هو احد ممتبت ما بيخرجش مش هيتحرق من مكان وغير لما السنجل تقلص وياخد هو مكانه احلين بقى عن سنجل تخلص تعم مور لايب الفودراك انتر اكشن يعنى بيحصل عليه سطحه وتفاعلات مع الادوية يعنى الادوية بتيكت تتخنق عليه احنا قلنا هو ما بيختارش الدواء معين هي الادوية اللي بتكت تختاره فانت خدت دواسين مسلا فالدواسين راح مسك في البازما بروتين فاتقى في نفس الوقت خدت معه دواسوت فالدواسات بيحب برضو البازما بروتين فقعده هما يستنين يتتخنقوا عليه هو ما بختارش واحد منهم هي الأدوية اللي بتتخنق عالية وتقوي منهم هو اللي هيفوز بيه كده خلصنا هاي بلازمة بروتين انه بيمتصه بسرعة بس بقي الحاجات دي قليلة بتوزع قليل بيتكسر قليل بيخرج قليل وقته بيزيل في الجسم ومور لايبل للدراك انتراكشن طبعا على عكسه بقى الفيدي امتصاصه عالي برضه بس بيدف الليبت وسينج اللي وفريه بحلو كل حاجة فتوزيعه بيزيد وتكسيره بيزيد لانه يقدر يحلل الليبت بتاعهم قليل ليه بتاع الفيديو قليل عشان هنا بيحصله يتم اعادة انتصاصه تهم؟ طيب اهتك بتاعه هنا زي ده يعني بس ان الاتنين دول متشابين في ده علشان بيحصله اعادة انتصاص فما بيخرجش اصلا هو عامل كل حاجة صحيح اه بس كل ما يجي يخرج يتم اعادة انتصاص كل ما يجي يخرج يتم اعادة انتصاص فمن حاجي يخرج خب dos طيب احنا هنا قلنا ان الدواء هنا بعد دواء ايه؟ الدواء بيبقى عنده جاسبية يعني في قصائص ان هو يكون له يعني ايه انسجة معينة بتجذبه عن طريق الريسيبتور بتاعت طب انا عايزة اصح اقول حاجة ان مش شرط ان كل الصفات دي يكون موجودة في كل الدوة يعني في دوة اه هتلاقي فيه الاربعة دول سوا بس مش هتلاقيه بيتجزل من نحوة الخلايا عادي هو دي شغط مسلا بيتجزل من ناحية السكيطة المصل بترسل زيكين بيتجزل مسلا ناحية ايه البون بس فيه ادبية عادي مش بتجزل من ناحية خلية معينة ايه فانت لسيق صفات دي لكلهم عادي تعالوا كما صفات البيدي بيقول لك لوب لازمة بروتين باينك ما هو اكيد مش مسك في بوازمة بروتين ده حرر طريق طيب بيزيد اللودينج دوس طب ليه بيزيد اللودينج دوس علشان كل ما زاد الحجم او كل ما زودت الحجم كل ما احتاج جرعة اعلى كل ما كان عندي الحجم كبير كل ما احتاج جرعة عالية من المعادلة المعادلة بتقول لك ايه البيدي بيسوي الدوز اللي هاخدها على كمية كمية كượng او على تركيز قصدي انه هو تركيزه في البلازم فاليоты اتنين دول اصاب بعد فالعلاقة بينهم مطردية الاتنين دول يعكس بعض فالعلاقة بينهم عاكسية اه فالعلاقة كل ما حبيدت تزود القرعة كل ما هزيد الفيديو كل ما يزادي الفيديو كل ما هحتاج جرعة اعلى اللودينج دوس دي القرعة قلنا قبل كده لنهي سيرابيوتيك افكت هيا表示 الريكسي قريب聞こ الاعالية بتخ Kim مش مفيد ليه طب ليه ده ياسم مش مفيد فيه عشان الدواء ده متوزع مش موجود في الدم المقرنة دي مهمة جدا انا جبت لك وصب بعض اصلا تام الدراج وزهاي بلازمة بروتين باينك الدراج وزهاي فولير المكنين مصاصهم كويس تام انما هنا ده توزيعه قليل عشان هو ماسك انما ده توزيع حلو تكسيره قليل عشان هو ماسك انما هنا تكسيره حلو خروجه قليل خروجه قليل وقته زايد وقته زايد بيتفاعل مع الادوية لو جاذبية نحو الانسجة ماسك في البلازمة بروتين بشكل قليل طبعا ده هي بلازمة باينك هاي اصلا ده لو بلازمة باينك ده لودنج دوس بتاعته زايدة تكسيره قليل دياليسيز مش مفيد ليه كده خلصنا الجزئية دي بصوا الكلام ده موجود في بداتها للقصف يعني ايه اهمية البلازمة بروتين بستفاد منها في ايه عشان الدكتور قاله بتقولك البلازمة بروتين كل ما ده كان ماسك في البلازمة بروتين كل ما يعمله يعني يحدده او يمنعه انه يخترك الانسجة فعشان كده الفي دي بتاعته قليل يبقى كل ما الدواء كماسك في بازم الموتين اختراقه للانسجة بقى قليل والفي توزيعه يبقى قليل لانه ماسكاة بيقولك تاني ان البوند دراج كانت بي المينيتد ان مش هيقدر يخرج وهو يعتبر احتياطي للسنجل بيعوضه كل ما يقل عشان كده بروتينج ديه هاف ان هو ايه تاني حاجة يدرج هو الشو بين الله الادوية اللي بتمثب في العلبيومين بشكل خاص كان subscult their you tousski تتخانق مع بعض الالبيومين الا انا الهاخد لا ولاان العاموتى . انا الهاخد اتخانق مع بعض الاقوى المينية اللى لها جاذبية اكثر يقتر هي اللي هي تقدر تفوز بيه قم بتقضي لك الأدوية اللي لها جذبية قليلة بيقول لك الأدوية اللي لها جذبية تعالية لها جذبية قليلة طيب عندما هز proven عند الدواء سين. بص يا شبك. ادي دي البلازمة بورتين. تعم? وادي الدواء. سين. ده سين. تعم? وادي الدواء صوت. تعم? سين ده ضعيف. ده سين ده صوت. سين ده ضعيف. هو اللي كان مسك الاو. فجأة ان العيان خد الدواء صوت. فيجي يقول له اي ده? انا قوى منه. كان اللي هاخد بلازمة بورتين. ويقعد يترده لحد ما يترده حرفيا. ويقول له سيب البرازمة بورتين بتاعته. يروح هو مسك في البرازمة بورتين. طب الدواء السين ده ما يصيره ايه? هيبقى سينجل. طب معنى ان هو سينجل يعني ايه? يعني زاد كميته الموجودة في الدم. زاد فعاليته. فيعمل ايه? اثار جنبيه. طب ازعى ده بقى. الاسبرين ده ممكن ايه الصد ده ممكن يكون ده اسمه اسبرين اللي هو نانسترويدا. يروح طارد السين ده اللي هو وسط برضو اللي هي القوية. الدواء التانية ده اسمه ايه? آآ كان اسمه ايه يا شايف بتاعي نشوف كده? او سوف انا معي. اهو ايه الاسبرين? دواء الاسبرين ممكن اقول عليها اسبرين. خلا ننبين. ممكن اقول عليها اسبرين. سليسلات. اندو مساسين اي دواء هي ايه مضادة الالتهاب غير استرويدية. تقدر تشير اي دواء ده ده هايبوكليسيمك. وبرضو شو اتقدر تشير كده اولفين صاحي. كم مضادة للتغلط وشعر المكان. المهم يعني هنا بقول لك الاسبرين هي طريقة او راهايبوكليسيمك. يعني يعني غير اود puffار فيل مرضى السكر? بياخد ادوية اقلل للسكر. في اقلل السكر. في الدواء twentويسيمك يعني ادوية تقلل السكر في الجسم. تم فايزب هايبوكليسيمك ده هايبوكليسيمك دائس في قلب الزمول بسبب الودمة ز Bengal في قلب الدم. لما يزيد هيزيد تأسيرها الدواء يقول له هاي بغي سيمك في الدرق انا باخد منه مية خمسين منهم مرتبط و خمسين منهم مش مرتبط الخمسين مرتبط دول كان يعمل ايه فهو العيان ده عنده سكر فالسكر عالي فهو يروح منزله للطبيعي ده الخط بتاع الطبيعي هو سكر عنده حالي اوي فالخمسين دول كفاية ان هما ينزلوا الدواء من فوق لحد النقطة الطبيعية طب جه خد ده وسط اللي هو ازبرين خد ازبرين جهت الازبرين تقول لخمسين دول اخرجه اكيد مش هتاخد مكرم كل ما اتخرج مثلا خمسة وعشرين مثلا ولا حي طب الخمسة وعشرين دول هروحوا فين راحوا الدم السكر مظبوط رجع للطبيعي يا عم انا مش عايزاك انا اكتفيت بيك انا اكتفيت بالقمسين بس انا بقي السنجل انا زمن يكوني تأثير تروح يبقى السنجل الجديدة دي تروح واخد ايه تروح واخد الدواء السكر من من المستوى الطبيعي بتاعه وتروح منزله يبقى من عيان يدخل في هاي بغي سيمي يعني هاي بغي سيمي يعني السكر ينخفط هو كان الخمسين مكفيينه ان هو رجع للسكر طبيعي ما تزود ليش بقى الجرح ما تزود ليش ما تحطيش حاجة تانية تزود المصايب تروح مقلل للسكر يعني انا كنت عالي تخليني واطي يعني انا كنت عالي والحمده الله الخمسين كانوا مكفييني ووصلت للطبيعي تقوم انت مقللني عاد طبيعي هو ده اللي بيعملوا الادوية لما تتخانق على بلازمة بروتين لما بيكوا اكتبوا ادوية بيبقى فيه ادوية مبنوعة ده مجميعا مع الده كذا الده مينفعش مع الده عشان يتفعلوا مع بعض أو عشان هيأثروا على شغل بعض ده تفسير الفكرة بس ترانزيت يعني مؤكدة فيه دبيت اسمه سلفون ماي سلفون ماي ده مضاد حيوي بيقدر شير بيلوروبن بيلوروبن ده اللي هي العصار الصفراوي بتنتجها الصفر اللي بتنتجها العصار الصفراويه لما بتططي البيلوروبن من البازمة بروتين البيلوروبين ده بقى موجود في الدم البيلوروبين ده مضير اه ده انت بسمعش على حد يجال للصفرة طب الصفرة دي بقى مشكلة بقى لو في الاطفال الصفرة دي تقدر تعدي المخ بلوت بلين باريار ايه بلوت بلين باريار ده؟ الحاجز المبين بلوت فيزل وبين البيرين اللي هو المخ فتقدر تعدي لي وتترصى في مكان اسمه بيزل جانجي لما ترصى في المكان ده هتعمل حاجة اسمها كيرنكترس يعني كلمة دي مهمة دي نوع مرض يعني بيحصل لما المخ بيتأثر بالصفرة اعرضوا ايه؟ ليه سرجي يعني كمول البيبي ما بيقولش ويحصل عنده حاجة اسمها انفلانت ريموبمي يعني حركات ليرادية طب ليه بتحصل له حركات ليرادية اصلي بلوروبين راح ترصى في المكان ده البيزل جانجيليا دي دي مكان موجودة في المخ المكان ده في الفايبر يعني في الالياف اللي مسؤولة عن الحركة تعم؟ عن الموتور سنتر وعن الاكستر ريمدال اللي هي بصو مش هيتين دخل في التفاصيل دي عشان معقدة قوي بس حفظوها كده وخلاص يا شباب هي لها مسؤولة عن الحركة فانت بوصت الالياف المسؤولة عن الحركة الحركة تتضرب كلها ويعمل حركات ليرادية بديهية بتعم؟ اخر المسال نصالفوامان برضو نفسه برضو بيرمي الورا الانتكو ايجولان زي الدايكورمرول او الورفرين برضو لان الاداية كلها مضادة للتغلط يعني بتعمل سيولة والخمسين الثانيين مرتبطية جه لهم السلفناميد اطلعوا بره فرح طريدهم فبقى عندي مية في الدم فالمية دول هيسكتوا لقد هيبها دول الدنيا لانا كنت تبقى منع التغلط لانت حصل لك سيولة مش هيتين تانية شباب عشان ما زورتش الوقت عليكم عشان دي مراقعة يعني هقولوك بس كلمتين دول يعني كلمة تلور افينيتي يعني مش منجازب عليها قوي بتمسك فيها نص قوم فلما بتمسك فيها نص قوم بيحصل لها حاجة اسمها رابي ديستشيشن ريت يعني ايه بتمفصل عنها بسرعة ديستشيشن يعني انفصل افينيتي يعني جاذبية فالحاجة اللي لها جاذبية قليلة بتنفصل بسرعة انما الحاجة اللي لها جاذبية عالية ايه بتنفصل ببطء اخر عنوان معاينة بلوت بيرين باريير او بياس انتا باريير يعني بص دي خنقات الاريه يعني دي شكل كنكتراسي حاجة بيمنا ان ان ف slaughtered عندي برير يعني باريير يعني حاجز حاجز بيمنع ان عندي حاجز بيفصل توتشلز عن بعض حاجتين عن بعض فالحاجز ده مهميتون هو يحمي الجزء التاني يحمي الجزء معين يعني عندي مثلا بلاسانتا بلاسانتا باريير يعني ماشيمة بحاجز ما بين الام وما بين الجني friend فهي بتحمي الجنين عشان مش اي حاجة تعديلها وما بين هنا بلوت برين بريير بلوت يعني بلوت فيزل و البريين يعني المخ فهو حاجز بيحمي المخ من اي حاجة ما عديها في الدم ممكن بكتيريا تعدي في الدم تضره ممكن دوها مش مهمة لو عدى عن مخ يضره فعشان كده كان لازم يكون فيه حاجز خلينا مثلا في البلوب بريم بريير مهم الحاجز بتاع البلوب بريم بريير ان هو مختلف عن بقية البريير عشان كنت قلت لكم ان البلوب فيزيل الخلايا بتاعت اسمها انسيليم سيزي وما بينها سكوب بتعدي منها الادوية صغيرة الحاج انما في البلوب بريم بريير ما عنده سكوب طايت طايت يعني مفيش سكوب اصلا ليه عشان تمنع اي حاجة تعدي عشان المخ عضو مهمة جدا واي حاجة فيها تأثر عليه ومتعمل لي مشاكل في المخ محدش قدر يستوعبها يعني انت لو استعبت التهف الكابت ماشي التهف اي حاجة يلحقها يا ربنا يعافينا ويعافيكو يا رب انما في المخ هتموت يعني قليل اول بيتلحق منها عشان كده كان لازم يكون الحاجز بتاعه مصمم خصيصا له المهم عشان كده الادوية الحاجة عشان تعدى البلوب بريم بريير لازم ان تكون الدراج لايبوفيليك يعني لايبوفيليك بتدب في الدهوم تعم مش بس كده وان اي ايونايز شرحتها في الاول اي 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 مش عليها شحنة ليه عشان الشحنة ان لو الدواء علي شحنة مجابة او سالبة بتجذب حواليها مية وتبقى ااااااا بتحب المية ومش هترعب تعدي من الليب صحيح ايه الفيان المبريئين وتأخ除 تكوين البريئين و هناك انواع انواع تكوين الحاجز يقوم inventing. ووآخرى بعد احد استيراتية سوف نق Estamos بنكون مبريئين تمشて تركيب البرير ها هو. دي الانسيومسيز. ما فيش سقوب ما بينها ايه. ما فيش سقوب خالص. آآ ده جزء البلين اللي هو المخ. القوة الحمرة دي ديت الخلايا الدم. القربيسيز والواربيسيز والحاجات دي. تعم? والخلايا الخضرة دي. ده بداية الحاجز. ده تكوين الحاجز هو. والاستروسايت اهي. ده جزء من خلايا المخ. تعم? بس كده يا سيدي. فعشان كده الادوية اللي هتعدي من هنا لازما لازما تكون آآ بالدوف اللي جامد قوي. وكمان مش شايلة شو. احنا شايفين الصورة دي. الصورة دي حلوة قوي. بيقول لك هو. اللي يعدي السلمنبرين لو غازات زي الاكسجين والكاربون مهم جدا عشان النفس وعشان الخلايا. تاني حاجة ممكن تعدي. حاجات هايدروفوبك. يعني كلمة هايدروفوبك. هايدرو يعني ميا. فوبك يعني بيخاف من الميا. فالادوية اللي بتخاف من الميا. هايدروفوبك كلمة دي نفسها بساوي. لايبو فيلك. لايبو يعني بتحب الليبت. وفلك يعني بتدوف في الليبت وبتحبها. فالادوية الهايدروفوبك يعني بتخاف من المياه. او بتحب الليبت اللي اتنين بيعادوا عادي. الادوية الصغيرة سمول بولر زي ما يقول هتعدي عادي ده لو كان اي بلد اي باريير غير برين. اللرجو من الفيول الكبيرة بتناعكس مش بتعدي. الحاجات اللي عليها تشارجل برضو بتناعكس ومش بتعدي. تعالوا نشوف امثلة الادوية. الادوية بتعدي. امثلة الادوية الليبو فيلك شبه الادوية التقدير عموما. واي حاجة مهدأة للسين اس للمختم. بتعدي بسرعة. تاني النوع معانا. السكن ده انترش ريقامين زي اللي هو الفيزيوستجمين او الاتروبين. ده مسال اللي الدكتور قاله. ان الاتروبين برضو ترش ريقامين. الدوين دول الفيزيوستجمين بيقداروا يعدي بربي مباريها العادي. انما القوارتر ريقاموني عشان عليه شحنة. تقول نقولنا فوق ما يقدرش يعدي. طيب. اه الدوبامين ده ده اه مستقبل اصلا موجود في المقبس. هو موجود جواه. مش موجود براه. لو انت بتدي دو مش عارة في عدل بربي مباري. طب ليه مش عارة في عدل بربي مباري عشان مش بيدوف في الدهوم. طب انا الوقتي في عيانة عنده باركنسونيزم. يعني مرض رعيش. اللي هو دي بترتعش كده. وكل حاجة فيه. طيب. المرض ده بيحتاج في علاج الدوبامين. ادي له دوبامين ازاي وانا لو ادي طوله مش عارة في يعدي بربي مباري. قال له كثيره بس اختشفه ده اسمه اللي دوبة. اللي دوبة دوت لما تديه في مريض بركنسونيزم اللي دوبة بيعرف يعدي يعرف يدف في الدهوم. فيروح معدي وروح يروح عند المخ. واول ما يوصل للمخ يتحول جوا المخ لدبامين. يعني سبحان الله يفضل في الدم دوبة. اللي دوبة اللي دوبة اول ما يروح للمخ. ايحصل له دي ويقدر يشتغل بقى. يعني هو بيعدي من البيباربري مباري على اول ما عداه هيروح بقى يحصل له دي كاربوكسيليشن. ويتحول لدوبامين. ويقدر يعمل بوظفته بقى. اخر حاجة معنا الالتهاب. اي التهاب في الدنيا جماع انتو عارفين ان الالتهابات ها مش عارف خطوها في الترمي اولا. لا بس الالتهاب يدين معا فوازو دايلاتيشن. يعني فوازو دايلاتيشن يعني البلاط فيزل بتوسع. يعني هي كانت دقيقة كده. لا تبقى كده. والسقوب بتاعتها توسع. فلما السقوب بتاعتها توسع بتعدي كل حاجة حرفية. طيب بيقول لك بقى لما يحصل لتاب في المقه. البرضو البرين برتاعه بيوسع. فيعدي اي حاجة معدية. يعني عندك فيه داوة مسلا اسمه بلسلين دا مضاد دحاوي. الداوة بلسلين دا لو خطف الامور العادية احنا بناخده على طول يعني في حاجات مختلفة. مش بيعدي الحمد للبريم بتاعنا وميعملش اي اثار جانبية ويعمل اي حاجة على المقه. بالعكس بقى لو حد عنده من نجات التهابات في الأخشية الصحائية في المينيجيس دي الأخشية المحيطة بالمقه والمحيطة بالمقه والمقه الشوكي الاخشية دي هي الأمن рыб العنكبوت anytime في اول مش عارف اصنا اي ام اي اه مش فاكرة والله اه الان هم الأخشية دي اة ام لو حاصل فالتهاب بتزود بقى البيرميابيلتي فتقدر القدوية تعدي بقى كلها زي بنسل النور. ده كده كنا خلاصنا تاني برير معنا اللي هو بتاع البيلاسنتا بتاع الام. آآ هو حرفين بتاع البيلاسنتا بتاع الام بقى لا طاية شنو اي حاجة. ده هو مفتوح على البحري. اي ده وتاخدو الام تلاقي بيعديه على طوط. آآ عشان كده بيبقى ممنوع الادوية في الامات الحامل. اي دي هنا هو البيلاسنتا برير بيعني يعني حاجات بتعدي كمان ممتاز سهولة. بس بتعتمد على ان هو آآ يطر بيدوف في اللي بالجامل قوي في يعدي جامل قوي. حجم الجزئي صغير في يعدي جامل قوي. كل ما هو ما كانش عليه شحنة. يعني شحنة اللي هو الايونات. كل ما ما كانش عليه شحنة كل ما يقدر يعدي بتوري. طعم. ولك معظم الادوية اللي بتاخد آآ سناء الحامل آآ هتقدر تروح السيركوليشن بتاع الفيتس اللي هو الجنين. وتقعد فيه فترة طويلة. طب ليها تقعد فترة طويلة. طب لي الادوية هتضر الجنين. ما يممكن تخرج زينا وما تضرهوش. قال لك عشان الجنين ده لسه بيتطول. او الانسكة بتاعته المختلفة لسه ما تطورتش. فما تقدرش تتعامل مع الادوية. بالعكس الادوية هتضرها وتعمل لنا تشوهات. خاصة الادوية تتخذ في فرست راميستر هتعملها يعني يعني حاجات آآ هو تولد بيها مسلا. يعني عيوب. تعطي جينك يعني بتعمل تشوهات. شبه ده اسمو سليد ومايد بيعمل حاجة اسمها في كوميليا. يعني في كوميليا يعني الكسر في الاطلاف. سليد ومايد ده كان مستخدم زيان الحاوم اللي يستخدموه في لما كانوا بيرجعوه في التالة الشهور الاولى. فلو ان الاطفال حصل لها كده ده بيقولوا كان رقم كبير او مش عارف عشر تلاف ولا مش عارف ادي رقم كبير او فالدهو بعد كاس صحة مسوء بس الدكتور ذكر ان هو بقى يستخدم حاليا سليد ومايد يرجع يستخدم تاني بس مش في ستات الحوامل بيستخدم في حاجة اسمها ميلومة نوع من انواع القنصر يعني تعمل كل جعوبية بس عشان سليد ومايد عمل في كوميليا لستات الحوامل. الوقت بيرجعوه استخدمه او بس الفناس مش حوامل في امراض القنصر. تاني دواء اسمه امورفين موفين ده بتاع التهدأة. بيعمل اسفكسي. اسفكسي يعني اختنق في البيبي. ليه بيعمل اختنقه بيعمل حاجة اسمه يعني الجهاز التلفل بتاع البيبي يعني بيهبطه. فيحصل للطفل اختنق. تالة دواء معنا الورا الهايبوكليسيميك درج. الورا الهايبوكليسيميك ده ادوية السكر. لما ام يكون عندها ده بيت سميت اللي هو سكر. المفروض هي بتاخد الورا الهايبوكليسيميك درج عشان سكر كان عادي تقلله يبقى مضبوط عنده. طب ابنها ابنها السكر بتاعه طبيعي اصلا. فلما يوصل له الورا الهايبوكليسيميك درج هتقلله السكر. هو طبعا طبيعي. هو ما عندش سكر. بس بسبب الادوية اللي ام خدتها السكر بتاعه قلب. عشان كيب يفضل ياخدوا انسولين. ما نجدعه. الورا انت الادوية اللي هي من ضد جلطات لما توصل البيبي اللي هو اصلا انسا مش عارضة ان هو يكواني وجلطات هتعمل له نزيف. طب ادوية السيرويت. السيرويت جيلاند اللي هي غضة درقية بياخدوا لها ادوية لما يكون حصل فيها مسلا ان عند نشاط جامد في الغدة فبيقض ادوية تخبط من الغدة. طب الطفل غضته سليمة تيجي انت الدواء ووصل له عن طريق ما امته. فتروح نشاطه القدة قليل يعني هو الام نشاطها عالي او. البيبي نشاطه مزبوط. الام بتقضي الدواء عشان توصل للنشاط المزبوط. انما البيبي نشاطه مزبوط. لما الدواء يوصل له يروح مقالله له 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 عن الطبيعي. بيحصل له حاجة اسمها جويتر يعني تدقم في الغدة وهلوي سيروديزم يعني النشاط الغدة عنده بيقل. فيه ده ومسال زيادة موجود في قلب المحضرة امانوكلايكوزويد دوات يا شباب مضاد حيوي بيعمل حاجة يعني ايه تكرينة نيرف دي الاعصاب اللي خارجة من المخ. في منهم رقم تمانية. رقم تمانية ده بيغزي الاوزن اللي هي ودنك. المسؤولة عن السمع والاتزاد. لما حد بياخد امانوكلايكوزويد من ضد حلوي في الاطفال بيروح مضمر لها جزئية دي خالص خالص خالص. والطفل بقصم ما بيسمعش. كده شوائح نخلصنا. او بصوا بقى. اه في نهاية محاضرة كان انا سمعت ريكورد المحاضرة تحت الدكتور. وكان قال ركز على حاجات معينة. هو ساب حاجات كتير. بس اه هو اكيد هو عارف انه عليكم يعني مشاءة صحيح. بس انا قلت الحاجات اللي هو مالهاش برضو احتياطي عاحتم تكون عليكم في المنهج منها مقررة ونزلات. اه ده بس شوية حاجات الدكتور قالها زيادة الدكتور في المحاضرة. كان قال لك على تنزيع ما في الجسم. انا عارف انا شرح ده في محاضرة نجاح اه اللي هي محاضرة وفي المراجعة. بس عشان تحفظوا الارقام اللي الدكتور قالها حسنت ايجي لكم. اه انترسيل في الولة تمانية وعشرين بلازمة الاربعة لخمسة لتر الانترسيل العشرة لتر. كان بيقول لك القالكوحول اللي احنا زيقرته فوق ان هو بيتوزع في التلات حاجات ما بين الخلايا وبعضها وجوه الخلايا وفي الدم. عشان كده بيقول لك في كان الدكتور بيقول ان دي جملة حلوة يعني ان هو بيتوزع يعني في كل الماء الموجودة في الجسم الكحالي بيوصل لها. اه سوري دي ان تيترا سايكلين ليتو براون. عارفين الدواء اللي قلت لكم ان هو بيتخزن في انسجة معينة كنت قلت لكم كاسيام وتيترا سايكلين. قال لك ان تيترا سايكلين مش بيس بيخلي كده اللي هو بيترسل في الاسنان والاعضام بس. لا ده بيخلي الاسنان بتاعت الطف لونها كلها بني. عشان كده بيقول لك اه حتى بيقولوا ان الاطفال اللي اخده هو تيترا سايكلين في سن صغير اسنان هم تفضل تطلع بني على طول مش هتتغير لانه هو خاص وترسل. تعم? بيقول لك كمان ان هو كليت كليت يعني بيمسك في الكالسيوم عشان كلا ما نفعش نديهم مع بعض لانهم بيتحدوا مع بعض ويترسلوا في البون. في يفضل تدي ما ينفعش اه اه تاقوم مسلا بضغط حلوة تيترا سايكلين سوشة بعديد لبن. عشان اللبن في كالسيوم فهيتروح ممسكين في بعض يحسن لهم ويترسم. رقم اizers دكتور ركز عليهم ان الكالوريكوين اه بيتراكز في اللي موجودة في داتة الكلة. في حاجة كده الدكتور زكرша وبيشرح الفيديو. كان بحط فرضيات يعني منهم بحاجة اسمها هموجينز دي يعني حاجة متشابهة. كلمة هموجينز دي عكسه. كلمة اسماها هيتروجينة يعني غير موتجاس او غير موتشابه. هموجينز متجانس او متسابه اه غير موتشابه. بيقول لك هموجينز دي احطط ان اسدر دوة متوزع في كل جزئيات أطباع يعني متوزع واحد لواحد لواحد في كل حاجة يعني واحد لواحد في إيه واحد في الدم واحد في الخلية واحد في الانترستيشور دي فرضية تحط تعم نفيش جوة غالبة متوزع كده رقم ستة بيقول لك الدكتور ركز على ليبت سيروبيلتي أهميتها إيه وإنها قلنا الفاكتور دي قال ممكن دي تكريد إيه سؤال فاكتور افتنين فيدي برفيوشن لفيوشن مشاركتها الاكوليبريم كان الدكتور بيقول لك ان الاكوليبريم بتاع البازما بروتين باينيك ان هي تقدر تعاوض وجزء السينجل يعني فيه لوازن ما بيني وبينه لو أخويا قال ومشي وخرج أنا أعوضه فعشان كده احنا متوزنين مع بعض تعم الميت البازما بروتين الدكتور برضو ركز عليها اه دي ضفها قال ان الفيدي يعني حجم توزيع كلوروكوين 15 ألف ده اللي هو بتلاوزع في الليفر اللي بتركز في الليفر حجم توزيعه 15 ألف في لتر تعم قال لي ممكن يجي سؤال ان الفيدي بتتناسب عكسها مع البازما وقلناها من شوية قال لي الميتين دوز معناها ان انا حافظ على البازما ثابتة دي دي الجرعة اللي بسبتها وقال لي ان دوز دي هي الجرعة اللي ببدأ بيها علشان نوصل على حاجة تديني سرابريتك افكت تعم هم وشوحين عادي ده كان من اختكاباء بسودة مسال عليهم الدي جوكسن قال لي اللودينج دوز بضعة 6 تابلت ادي العين اول حاجة 6 تابلت 6 قرص وعا كده اثبت له جرعة ان هي جرعة واحدة او برشامة واحدة تعم في حاجة امثلة تانية على الترشري امين غير الفيزيستيجمين اللي هي الاديلة اللي هي الاديلة بتعدي اللي هو الاتروبين تعم دي كده كان منزال الدايا الرقم 15 ده مسال الدايا على الفيدي بقول لك وزنه 70 كيلو عنده أريزميا دي نوع من مشاكل في كهربة القلب بيديله ده واسمه بروكلين بيقول لك انت السؤال يعني تديله الجرعة طيب هتعمل المعادلة اللي هي ايه المعادلة المعادلة بتقول لك الفيدي بتساوي اللودينج دوز على على السيبي انت عندك انت عندك من 8 ميلي جرام على الليتر فهو ده 8 والفيدي بتاعته 100 وباللودينج دوز بيساوي 8 في 100 في 800 اخر حاجة الدكتور قال ان ساليدو ماي بيستخدم في علاج المعلومة تاني بس هو مش تتخدمش في الحياة عشان يعمل فيه كوميليا فيه بعد كده امانوغلايكوزويد او امانوغلايكوزويد اللي كان بتعمل بتعمل تخلي الطفل اللي ما بيسمعش كان الدكتور قال مثال عليها مش موجودة في اي حتة اللي هو ايه قصد مش موجود يعني في ذات القسم اللي في ذات بتاعت الدكتور شروح عليها جونتا مايسن ده امثلة من امثلة الامانوغلايكوزويد فهو كان فيه صورة نسيتها اقول لكم عليها او الصورة دي الدكتور برضو قالها على فكرة في المحضرة ان ده بيحصل حاجة اسمها فيدل بسعب دواسمو فينو توين بيحصل له النفس اللي موجود في صورة هو قالها كده قال له ام خدد دواسمو فينو توين او هكتبه لكم هو فينو 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 توين تعم الدوا ده بيحصل لها الحالة دي ده دوا للصورة انا كده شباب خلص يا رب اعرف اكون فيتوكم ما دعيت شوقتكم شكرا جدا انا خلص تعبت شكرا جدا لكم السلام عليكم الحضورة وبركاته